وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر من من كان قبلكم وهذا فيه جواز الرواية عن من كان قبلنا قال عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ويكون الحديث بما صحى في السنة والقرآن وليس بالكذب والحديث عن بني إسرائيل في سلاثة طرائق ما صحى قرآنا يذكر وينثر ما صحى سنة يذكر وينثر وينشر ما لم يصح لا يذكر إلا على وجه التحذير والتوضيح أنه لا يصح وما سكت عنه يقال استئناسا نعم حتى آواهم وهؤلاء النفر لا علاقة لبعضهم ببعض فقط كل من مكان إنما آواهم المبيت إلى الغار لكن لا علاقة بينهما لا صحبة ولا قرابة نعم فآواهم المبيت إلى الغار المبيت قد دخلوا المبيت إلى الغار قيل في بعض الروايات نزل مطر شديد فما وجدوا شيئا يجنهم ويقيهم منه إلا إلا باب غار وعندنا الغار والكهف وكلهما الحفرة في الجبل لكن الكهف أكبر من الغار الكهف أكبر من الغار نعم فانحدرت سخرة من الجبل فسدت عليهم الغار بقدر الله عز وجل أمرها الله تبارك وتعالى أن تنزل من أعلى الجبل لتسدش فتحة الغار لحكمة يعلمها الله عز وجل ولتأتي لنا أحداث هذه القصة نعم فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم وهذا من فوائده التوحيد والإخلاص إذا اشتدت عليك الملمات فعليك بفاطر الأرض والسماوات وليس إذا اشتدت عليك الملمات فعليك بأصحاب الأضرحة والأموات لا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلافة الأرض إله مع الله هنا يخلص الإسان وهذا من فوائده التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال بالأعمال الصالحة وكيف يكون العمل صالحا إذا كان خالصا صوابا وهذا من فوائده أن هؤلاء النفر كانوا موحدين وكانوا ذا ديانة صالحة وكانوا ذا ديانة صالحة نعم وهذا من فوائده أن الإنسان إذا وفقه الله لرفقة صالحة تخفف عليه ما ينزل من الأهوال نعم قال رجل منهم اللهم كان لي أبواني شيخاني كبيران وهذا فيه فائدة البر التوسل إلى الله عز وجل ببر الوالدين نعم وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا عندنا الصبوح والغبوق الصبوح هو شربة اللبن صباحا والغبوق هو شربة اللبن مساءا غبوق أو غبوق بالضم والفتح لغتان نعم يعني لا أشرب اللبن مساءا والمقصود باللبن هو الحليب بلغتنا الآن نعم فنأبي فنأبي الشجر هو راعي كان يعمل راعيا فنأبي الشجر موطن الكلأ لكي يرعى لغنمه بعد به نعم فنأبي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام فلم أرح أرح عليهما أرح عليهما من الرواح عندنا الغدو والبكور والعشي والرواح والرواح هو عودة الرعاة قبيل المغرب قبيل الغروب فلم أرح عليهما يعني من شدة بعد إلى أنا كان لي مرعى معين أرح دوما قبل النوم قبل ما ينمون وأسقيهما لكن لنأي الشجر وهذا يدل على بره بغنمه وبره بوالده أنه ينتقي لهم مواطن الشجر الجيد لكي يأكل منه نعم فحلبت فحلبت لهما غبوقهما نعم فوجدتهما نائمين نعم فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو ما لا يعني كرهت أن نشرب قبلهم وفي رواية كان الأطفال يتضاغون عند رجلي قال أهل العلم وهذا فيه أنه ما فرط في رعيته لكن كان هذا الغبوق زيادة على الطعام الضروري الواجب لهما نعم يعني ما كنت أسقي لا حلال حقي ولا أولادي المال هو رعي غنمه نعم فلبثت والقدح على يدي أن تضر استيقاظهما حتى القدح والكأس قيل الكأس الوعاء فارغا والقدح الوعاء ممتلئ نعم حتى برق الفجر نعم أظل واقف كلها الفترة نعم وأحيانا والدك يزهمك ويناديك لأمر فتظل متبرما وما يتم كلامه إلا أنت ماشي خلاص فهمنا أنت نشتبه خلاص يلا بروح شوف الأدب لذلك لابد تقرأ مثل هذا الحديث على الأبناء ولابد أن نبث لأنه ليس لها من دون الله كاشفة لا تربية من غير أن نربطهم بالكتاب والسنة نعم فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصحة هذا الأن يتوسل ببر الولدين ومن الأعمال الصالحة يتوسل الله يدعوه اللهم يعني اللهم هي كلمة من كلمتين يا الله ولكن عند العرب أداة النداء إذا سبقت لفظ الجلالة جمعت في قول اللهم قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء اللهم ربنا أنزل علينا مئدة من السماء إلى غير ذلك نعم فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج لا يستطيعون الخروج لا يستطيعون الخروج نعم وقال الآخر اللهم كانت لي ابنة عمي ابنة عمي وهذا يتوسي الله عز وجل بعفافه وبعده عن الفاحش الله يبعدنا وإياكم عنها يا رب العالمين نعم وكانت أحب الناس إلي الحديث نعم يعني يذكر تتمة الحديث وأصابتها سنة يعني أصابتها حاجة وفاقة فأتت إلي فما كان من مال عندي فاكتريت لها سنة يعني جلس اشتغل اشتغل لن جمع لها المال قال فقدمت إلي وعطيتها الدنانير وقلت لن أعطيك حتى تخلي ما بيني وبينك قال فوافقت على مضض فلما جلست منها ما يجس الرجال من النساء قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنه ويحب الناس إليه وأتركت لها الدراهم اللهم إن كنت تعلم طبعا هذا اللفظ ليس على الشرطية الله يعلم تبارك وتعلم السر وخف هذا على التحقيق اللهم إن كنت تعلم أني عمل أفعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما نحن ففرجت إن فرجت إلا أنهم لا يستطيع أن يخرجوا ثم قال الثالث اللهم إنه كان لي أجراء وهذا توسل الله عز وجل بإعطاء الأجير أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه اللهم إن كان لي أجراء كان عنده أجراء فأعطيت واحدا منهم فبغض ما أعطيته إليه تركه قال وكان فرقا من أرز يعني مقدار ملء الكفين قال فنميته له فأتاني بعد فترة يريد أجرته فقلت له حتى أصبح واديا من إبل وبقر وغنم قال كل هذا لك قال تهزأ بيه وكلك أنكف رز يعني انتهينا قال كل هذا لك خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجحدك اليوم شيئا قال فأخذه كله ومضى قال الله إن كنت فعلت ذلك ابتغاء واجهك ففرج ما نحن فيه فانفرجت وخرجوا يمشون هذا كل من باب التوسل بالأعمال بالأعمال الصالحة الإنسان يجعل بينه وبين الله عز وجل خبيئة وخبايا يحتاجها في يوم شديد حره بعيد أمره نعم 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 ترجمة نانسي قنقر